تقيلة من سابقتها في 2018 خاصة بعد الانغلاق الدولي النسبي الذي حصل في فترة الحكومة السابقة بعد ابتعاد الكثير من المجتمع الدولي عن تقديم الدعم للسياسة العراقية الخارجية وهذه الحكومة جاءت بمساعي من أجل إعادة ربط العراق مع هذا المجتمع خاصة بعد الانفتاحات التي عملها دولة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور حيدر العبادي بعد 2014 وتقديم العراق كلاعب محوري أساسي في الحرب ضد قوى الظلام داعش ومن خلال المساعدات التي قدمت لعراق من خلال المجتمع الدولي ومن خلال التحالف الدولي الذي أنشئ في عهد الدكتور حيدر العبادي هذه الحكومة استلمت تركة ثقيلة من حكومتها السابقة وبالتالي أرادت أن توسع من إمكاناتها الخارجية من خلال إعادة الانفتاح على المجتمع العربي وقيام زيارات إلى المملكة العربية السعودية وأيضا دولة الإمارات المتحدة وبالتالي هذه الأعمال الدبلوماسية أو هذه الانفتاحات السياسية والدبلوماسية التي تحاول تصويب المسار في هذه الحكومة من أجل الوصول إلى عراق مقبول دوليا مرة أخرى عراق مقبول دوليا مجددا وخاصة مع الأمور أو خاصة مع المبادرات التي يحاول العراق أن يقدمها للدول الإقليمية في المنطقة من أجل الوصول إلى منطقة تعم سلام أكبر خاصة بعد وجود العراق كنوع من ساحة للصراعات الإقليمية والدولية وهذا أكيد أمر مرفوض جملة وتفصيلا يعني هنا أستاذ أحمد هذا النجاح أو هذه مقدمات النجاح للدبلوماسية العراقية وللخارجية العراقية في أن تلعب دورا محوريا في القضايا الإقليمية هل هو بحذ ذاته يمثل نقطة انطلاق قوية بالتحرر من أصحاب الأجندات والولاءات الخارجية بمعنى آخر أننا أمام مرحلة يجب أن تستثمر بشكلها الصحيح لأن مقدماتها صحيحة أم أن التوصيف قد يكون هذا يعني فيه غرور في الحقيقة دكتور نحن نؤمن بأن السياسة الداخلية أو عفوا السياسة الخارجية هي انعكاس إلى السياسة الداخلية للبلد بالتالي اليوم نحن في سياستنا الداخلية في العراق يعني في الحقيقة لا يخفي على الجميع أن هناك مشكلات حقيقة ما بين القوى السياسية ما بين التفاهمات ما بين القوى السياسية وهذا بالتأكيد ينعكس بشكل أو بآخر حول سياسة العراق الخارجية من ناحية المواقف والمضامين باعتقاد اليوم المضامين الرئيسة وهي دعم القضية الفلسطينية هذه واضحة بالنسبة لكل القوى السياسية في العراق وأيضا بالإضافة إلى ذلك اليوم إبراز العراق كلاعب محوري من أجل إعادة هذه الأوراق بشكل مترتب وصحيح في المنطق خاصة منطقة الشرق الأوسط هذه لا غبار عليها ولا خلاف عليها لكن المسألة الحقيقة وهي توحيد الرؤية السياسية الداخلية من أجل إبراز السياسة الخارجية الحقيقة لدولة العراق العراق لاعب مهم يمتلك موقع جيوسياسي بالغ الأهمية ولكن مثل ما تفضلت أنت جنابك في بداية الحلقة فعلا بعد نشو دولة العراق الحديثة في 1921 ما كانت هناك سياسة خارجية واضحة لا في العهد الملكي عبر المندوب السامي ولا حتى في عهد عبد الكريم قاسم وأيضا التأثيرات الإقليمية شكراً لك شكراً لكم شكرا